موسيقى موسيقى أهلا بكم حلقة جديدة من الكابتن زي ما طبعا عودناكم معاكم كل ثبت وحد إن شاء الله خلينا قبل ما نتكلم على الأصداء طبعا خروج منتخبنا من بطولة كأس الأمة الأفريقية خليني أقولكم معانا في الجزء الثاني مهندس الصفقات طبعا واحد من الناس اللي أنا بعتز بيهم جدا 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 كابتن عدل القعي وبوجه لكل المتابعينا اللي حابب يسأله اللي حابب يبعتله سواء صوت أو صورة طبعا أكيد لأن كل جماهية النادي الأهلي النهاردة أكيد نفسها تعرف النادي الأهلي وصل لحد فين في صفقاته اللي جاي بالنسبة لنادي الأهلي إيه هيكون معانا إن شاء الله في الجزء الثاني المهندس عدلي القعي المهندس الصفقات ورئيس شركة القرى بالنادي الأهلي زي ما قلنا أني مزالة الأصداء حتى الآن مستمية في خروج منتخبنا الكل طبعا عايز يعرف إيه اللي هيحصل وإيه طبعا إيه اللي هيكون في بطولة طبعا الكل مش أنا بس شايف إنها كانت بطولة من أسهل البطولات اللي ممكن منتخب مصر حقها وزي ما احنا شايفين المستويات مش أفضل ما يكون فرقة كبيرة خرجت طبعا من البطولة وكانت السكة حلوة بالنسبة لنا كانت السكة سهلة كانت السكة سهلة إنك أنت طروح نهائي بأسهل ما يكون ولكن خلينا اللي عدى خلاص انتهى ونبدأ نفكر في اللي جاي علشان نصحح في اللي جاي طبعا كلام كتيب بيتقال بالنسبة من الجميع طبعا فيتوريا هيستمره ولا هيريحل أكيد القرار النهائي رحيل فيتوريا عن منتخب مصر في مشاكل مادية طبعا في مشاكل مادية بالنسبة لأنه راجل أنت بتتكلم عنده شهر لسه ما أخدوش وثلاث شهور الشرط الجزائي فإحنا بنتكلم بالحزبة كده بالدولار حوالي مليون دولار هيتفحها طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم في حال رحيل فيتوريا وأعتقد أنه ده الأقرب لأن الاجتماع هيكون بكرة طبعا أعضاء مجلس داري هيكون فيه اكتماع بكرة وطبعا هيحسم موقف فيتوريا من رحيله وزي ما قلنا أني بعد ما تواصلنا مع بعض أعضاء مجلس داري الاتحاد أن خزينة الاتحاد طبعا يمكن فيها نص المبلغ ده في الوقت الحالي هيشوف هيحصل تفاوض وأنا أتوقع شخصيا أو من بعض معلوماتنا برضو أن فيتوريا لن يتنازل ولا مليم الراجل هياخد فلوسه بالكاملة في حالة رحيله طيب الكل كان بيتكلم والكل كان بيقول في خلال الأيام الماضية هل مدير فني مصري ولا هنريجع تاني أن احنا نجيب مدير فني أجنبي اسم طبعا رينار اتعرض في الوقت الحالي وإني اتكلم وكيله وقال أني آه فيه ناس بدأت تتفاوض معنا ولكن خليني أقول أني وكلة فقط لغير فيش أي حد لا طبعا أي حد من أعضاء مجلس دارة الاتحاد ولا المشرف على الكرة كابتن حازم مهم فيش حد تواصل بشكل رسمي كلها ركلة وبدأت تعرض على رينار طبعا أنه يتولى المهمة وعلى فكرة هو مدير فني من المديرين الفنيين المميزين خليني أقول لكم أنه راجل حصل على اثنين أفريقيا مع كودفار ومع زنبيا وزنبيا من المنتخبات متعتبرش القوية إنما هو كمان عنده خبرات كبيرة قوي في القوية الأفريقية وهو في وقت من الوقات كان هيجي النادي الأهلي وفي وقت من الوقات كان تفاوض معه منتخب مصر ولكن ما تمش طبعا أو ما انتهدش المفاوضات ولكن خلينا ده ياخدنا لجزئية مهمة لما نيجي نبص ممكن أنا طلبت أن أنا أشوف من فريق العداد بتاعنا أبص على مرتبات كل المديرين الفنيين اللي موجودين في البطولة ناخد بالنا الفترة الجاية أنه إحنا وإحنا بنتعاقد مع موديل فني جديد أنه لازم يكون الموضوع مش الأيقام الكبيرة اللي إحنا بنتفحها لأنه لما يجي أبص النهار ده مثلا على أليو سيسي الموديل فني السنغالي اللي حقق البطولة الماضية في 21 بياخد 60 ألف يول ما زادش عن كده لما يجي أبص النهار ده على بسيرو اللي وصل سيمي فاينل دلوقتي مع ناجايا أو وصل مع ناجايا في الوقت الحالي مرتبه لا يتخطى الـ 50 ألف دولار الوحيد يمكن جمال بالماضي اللي بياخد في حدود 200 ألف دولار وراجل كان حقق بطولة 2019 وعنده حاجة مهمة جمال بالماضي أني الاتحاد الجزائي بيدفع فقط لغير تقريبا 25% من كيمة مرتبه وال75% من بقية من شركات رعية لجمال بالماضي اللي مرتبه حوالي 200 ألف يور لما نيجي نبص على وليد راكراجي رابع العالم مع المغرب بياخد 60 ألف يور شهريا وهو ده مفروض برضه أني حقق إنجاز كيبيه بالنسبة ليه المغرب قلنا يمكن بسيرو كان بياخد 75 وجيل اتحاد النيجيري قال له احنا بالنسبة لنا المرتب ده كيبيه علينا هنوصل لحد 50 موافق موافق مش موافق وراجل ابن المهمة والمرتب بتاعه زي ما احنا قلنا حوالي 50 ألف دولار في الوقت الحالي كل مرتبات بالنسبة للمديرين الفنيين كلها لا تتخطى الخمسين أو الستين ألف يور طيب اللي جاي إيه؟ اللي جاي ده هو اللي احنا المفروض إن احنا نهتم بيه أولا مهم إن احنا نتعاقد مع مدير فني بسعر كويس أو معقول نظرا للظروف اللي احنا موجودين فيها مهم إن احنا يبقى فيه مساعد مدير بيكون صاحب شخصية قوية وفاهم طباعة اللعب المصري لازم يكون مساعد قوي مع المدير الفني الأجنابي اللي هيجي احنا مش هنطهر أسماء لإني زي ما قلنا ما فيش أي حاجة تمت وأي حد قال إن مدير فني مصري هيكون موجود أو كلام ده أو كده المبدأ مرفوض تماماً يعني أنا أعتقد إن مفيش مدير فني مصري أنا أعتقد إن المبدأ مرفوض داخل الاتحاد المصري لكوية القدم واللي هيكون هيكون مدير فني أجنبي في بعض الأسماء طبعاً اللي تم طرحها سواء كابتن حسام حسن سواء علي ماها كابتن علي ماها إنما هي كلها أسماء إعلامية إنما لو جينا بصينا داخل الاتحاد القوية أنا أعتقد إن الاتجاه لمدير فني أجنبي طيب مين تاني من الأسماء اللي تم طرحها مكالي طبعاً المدير الفني للمنتخب اللي يومبي اللي بدأت ناس تتكلم ونقول إن إحنا نصعده لأن إحنا عندنا طبعاً بطولة في الإمارات شهر ثلاثة فبدأ يبقى فيه أصوات إن مكالي يبدأ يصعد يصعد للمنتخب الأول وراجل بياخد حوالي ستين ألف دولار فيه إشرة فبالتالي ممكن هو اللي يخوض المهمة القادمة لحين الاتفاق مع مدير فني قادم طيب دي من ضمن الحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها ومن ضمن الحاجات اللي هي بتطيح فيه الوقت الحالي ولكن خلينا تعالوا نتكلم في جزيات مهمة زي ما قلت مدير فني أجنبي يبقى لازم يكون معاه جهاز من المعاونين الأقوية في الشخصية اللي حققه نجاحات اللي حققه بطولات لازم يكونوا موجودين معارضة لازم يكون فيه مدير للمنتخب قوي لازم يكون فيه مدير مدير عام الأجنبي اللي جاي نقول له لأ فيه مدير عام معاك منها حاجتين حاجة أن انت بتحضر كوادر كويسة لأن احنا للأسف في الوقت الحالي احنا ما عندناش الكوادر اللي احنا حضرناها وفي نفس الوقت واحد هو عايف طباع لعيب المصر هو لما يجي يتكلم النهاردة أو يساعد الموديل الفني النهاردة هو بيساعده في الحاجات اللي هي النفسية أكتر منها من الفنية فبالتالي الحاجات دي لازم تكون موجودة فيه الوقت الحالي أو اللي نبدأ نفكر فيه في القادم إن شاء الله بإذن الله لكن حبينا نستعد الحاجات دي كلها لأن احنا حبينا أن اللي فات خلاص انتهى في بطولة زي ما قلت كانت بطولة سهلة كانت بطولة سهلة أن احنا على الأقل نوصل النهائي ونقدر أن احنا نحققها إنما اللي فات خلاص انتهى نبدأ نفكر في اللي جاي ونفكر في اللي جاي بشكل فعلا نفكر لصالح قوية القدم المصرية أنا اتكلمت عن نواحي الإدوية واتكلمت عن نواحي الفنية ولكن يبقى كمان جزء بالنسبة للعابين لازم اللعبة كمان تركز لأن في الأول وفي الآخر اللي بيحقق بطولة اسمه بيفضل يتحط في التاريخ إلى مالة نهاية فأتمنى أن الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله منتخبنا تاني يستعيد مكانته ويستعيد هبته في الكرة القدم الأفريقية وأن إحنا وإحنا بنختار الفترة جاية إن شاء الله بإذن الله نكون بنختار صح قبل ما نطلع نشوف نشرتنا وأخبارنا خليني أتكلم في جزءية مهمة ودي يمكن لفتت نظر أنا شخصيا لما نيجي نبص دلوقتي إنت وإنت بتشتغل بتحط أكتر من سنة أو بلان واحد واثنين وثلاثة طيب دلوقتي إحنا كنا نتمنى طبعا أن المنتخبنا يكون وصل للنهائي ولكن المنتخب ما وصلش للنهائي حتى الآن في مباراة مؤجلة كتير جدا في الدواء الممتاز إحنا ليه لحد دلوقتي ما لعبناش الدواء الممتاز النادي الأهلي وأكلم طبعا مع الكابتين عدل القائب في الجزئية دي البطولة تخلص يوم 11 بداية الدواء يوم 13 يعني معنى ذلك إن النادي الأهلي مش هيبدأ لأن عنده مطش يوم 16 في بداية البطولة الأفريقية للنادي الأهلي مع شباب بولوزداد فبالتالي أنا ليه ما بدأتش المطشاط المؤجلة أنا دلوقتي قاعد حوالي 15 يوم أو هاعد حوالي 15 يوم من ساعة الخروج ليه ما لعبتش استكملت الدواء الممتاز تاني علشان أنا عايزة نهيف معاده لإني طبعا ربطة الأندية قالت إن إن شاء الله الدواء وطبعا الحج عام حسين قال إن الدواء هينتهي 30 سبعة طب ليه إحنا ما استغلناش الخمساشة يوم دول يتلعب فيهم مطشين أو يتلعب فيهم ثلاث مطشات بما إني إني التوقف كده كده خلص المنتخب خرج ما عندناش أي حاجة طب بالتالي كنا لعبنا طب حده هيقول لي ما فيه كسر ربطة شغال مش مشكلة تلعب كسر ربطة وتلعب المطشات المؤجلات لإني أنا لما أرجع دلوقتي في الوقت الحالي إيه اللي هيحصل؟ لا هيحصل زي ما بقول إن هأجل تاني مطشات تاني للنادل أهلي طب ما كان لعب النادل أهلي ما هو موجود والعيبة الدولية رجعت خلاص لأنديتها وبما عندناش مشكلة وبما فيش أي أزمات فكنا استغلنا الوقت ده يعني الخمساشر يوم دول كنا استغلناهم إن العبنا على الأقل تلات مطشات تلات مطشات كانت تفر معنا بشكل كبير ولكن أنا مش عارب بصراحة يعني إيه الهدف إن إحنا نفضل مأجلين لحين الانتهاء من كاس الأمة وفرقية أنا ما عنديش إجابة على السؤال ومش فاهم ليه بصراحة لإني زي ما قلت لو إحنا عندنا حطين لان واحد واثنين وتلاتة أنا أعتقد ما كن ناس سألنا السؤال ده كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للاتحاد المصري لكورة القدم إن ياخد القرار الصح والأخطاء اللي كنا وقعنا فيها قبل كده ما نوعش فيها تاني وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت إن كورة القدم المصرية تستعيد هبتها لإن فعلا إحنا محتاجين إن نستعيد تاني هبت كورة القدم المصرية خلينا طلع نشوف نشرتنا في تسعين ثانية ونكمل أخبارنا وما تنسوش الجزء التاني هيكون معنا مهندس الصفقات واحد من أحب الناس اللي هي كابتن عدل القرى نشوف نشرتنا ونجح نكمل معكم اتحاد القرى يجتمع غداً الأحد لاتخاذ القرارات المناسبة بعد الخروج من أمم أفريقيا الزمالك يعلن ضم الثناء عبدالله السعيد وناصر مهر رسمياً إصابة محمود حمد الوينش في الركبة خلال تدريبات الزمالك وظهور ناتجة الفحص الطبي غداً معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بعد تولي جوزي جوميز القيادة الفنية الأهلي يكشف إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية الأهلي يقيد السناء الغاني سامويل أوبونغ ورندورف السرابة تحت السن بيرامدزي يوجه الشكر لجايمي باتشيكو ومحمود فتحالة مدير فني مؤقت كوتيفوار تقسي مالي بصافرة محمد عادل وتتأهل لمواجهة الكنغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا إيران تقسي اليابان في الوقت القاتل وقطر تتخطى أوزباكستان إلى نصف نهائي أمم آسيا بارشلونة تهزم على فش بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وتصعد للمركز الثالث في الدور الإسباني موسيقى 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 المترجم للقناة 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 من عدل القناة المترجم للقناة 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 للقلعة الحمرة في حسم الصفقات اشتهر التعلب بأنه تلميز المايسترو الراحل صالح سليم والشخص الوافي لمدرسته الاستثنائية في فن الإدارة بطل كل المناصب اللي دوره ما غابش مع كل مجالس الإدارات واللي كان درع الأمان لجماهير الأهلي لما كانت تتكلم عن التعاقدات وقترن اسمه بعبارات خالدة في عقل الجماهير وحقق كتير من النجاحات وبينتظروا الكتير من التحديات والنهاردة يحل القيع ضيفا على برنامج الكابتن مع السقر أحمد حسن علشان يكلمنا عن مركاته الأهلي وإيه اللي بيدور في الكواليس وأبرز المستجدات في سوق الانتقالات بشكل عام لسه مكملين معاكو طبعا ومع مهندس صفقات النادي الأهلي ويعيس شركة الكوع بيئة النادي الأهلي وبعيد عن كل الألقاب دي كلها هو الأخ الكبير بالنسبالي ومجيته دي بجد غلي عليها جدا تعبك معنا على طولة كابتن عدده 12 سنة عشان يجيبه النادي الأهلي وكل ما يقرب يبعد كان الكابتن بريمها بصمت حسنها من زمان من عندنا 17 سنة ويفعل ألفين جنيه ما ديش يدفعه ما هو للأسف أنا حضرت الحوار دا يعني ما كانش حد متخيل ومعرفش يعني أنا لما أكون مقتنع ببقى رزل بفضل أضغط ولحوة وجمع البيانات اللي أقنع بيها اللي قدامي لكن وقتا أنت كنت لسه ما سمعتش ولو إنك من يومك والله ما سمع الحمد لله أنا بس كنا عدتها طبعا كنا لسه صغرين وكان 17 سنة والناشئين كشناد الأهلي بيدفع طبعا فيها فلوس وأيقامه والكلام دا وكده ولكن خليني بقى كل جمهور النادي الأهلي طبعا مستنيك النهاية دا بعد كنت المفروض إن انتهاء القيد ولكن بعد فتح أو مد فتح باب القيد دا بيعني لك إيه؟ أو هيستفيد منه النادي الأهلي؟ لا لو إنت هو بتستفيد منك تفكر هو أنت لسه عايز حاجة وانت لسه ما خلصش حاجة طب ما تجرب في حاجة كده دي الفايدة لكن إنت لحد يوم 30 كنت بتشتغل على المعاد دا تمام فكت تضغط على نفسك وعلى التيم اللي معاك إنك تخلص إجراءاتك في المعاد الرسمي طبعا دلوقتي المستجد اللي الناس كلها بتتكلم فيه حراس المرمى اللي هو طبعا أنا هاخدك في كل النقط دي ولكن كابتن ما ينفعش تبقى موجود معايا ومسألكش على خيوج منتخبنا لإني الناس في حالة حزن دا رقم واحد عايز أعرف منك بكل خبراتك كبيرة دا كابتنعاد لي إيه السبب؟ المشكلة فين؟ هل المشكلة فنية؟ ولا المشكلة إدارية؟ ولا مشكلة مشكلة لعيبة؟ ولا المشكلة فين بالزبط؟ قص يا كابتن أحمد أحيانا أنت من كتر حبك في شيء تتغاضع عن حاجات واضحة زي الشمس يعني إحنا مش رايحين يعني كنت عايز أقول إيه بأمارة إيه إحنا عايزين ناخد البطولة الديني دليل أو مؤشر أنت كل الفرق اللي لعبتها قبل ما تطلع في البطولة ما تديكش هي هي فرق تتضرب عليها لكن ما تديكش مؤشرات تقييم يعني هي من المستوى التالت ولا فرق منهم موجودة في البطولة صحيح غير الفرقتين تونس والجزائر إنت لعبت شغط عكس الطيار كطبيعتنا مع الجزائر كنت ناقص من أول ما اتطرد الكابتن هاني اتغير بقى فيه طيب بص تلاقي في حاجة زي ما يكون إحنا لان نخش في الصعوبة عشان يبقى تحولنا مننا حاجة زي إن الجزائر نفسها ما كانتش واضح إنه مش في أحسن حالاتها بدليل إن هي همها من همنا صحيح واخد بالك وفيه لقاء تاني بعض ما ننسوش لقاء بلجيكا اللي هو كان قبل كاس العالم اللي هو كان في الكويت اللي إحنا فوزنا فيه اتنين واحد لقاء بلجيكا بص مش دين يا إنت رايح بتستعد لأمم أفريقي سعيد النهاردة الرد اللي بيتواطر الله أعلم قاله ألا لأ على لسان فيتوريا أنا مش متعاقد معاكم على أمم أفريقي أي فهل هو تعامل مع الأمر إن ده مش تارجت فأخدها أهتناها سيكة إعداد ما هو بس طالما إحنا تواجدنا في أمم أفريقيا إحنا لازم ننافس على البطولة يا إحنا بالنسبة لنا ده تارجت صحيح لكن ليه هو بيقول كده ده بيخليني أشعر إن محدش نقل له أهمية البطولة دي بنسبة لنا صحيح وإن إحنا كنا يعني مكسرين الدنيا لوقته قريب صحيح ووصلنا فينال مرتين مزبوط أخر مرة حنوصلين فينال وبدربات الترجيح يعني بفريق أقل من الحالي دي حقيقة يعني فريق الحالي أعلى يعني أنت شايف إن الإعداد ما كانش أفضل ما يكون أو أنت النظرة الهدف ما هو فقد الشيء اللي هيعطيه أي يعني أنت زي ما تكون في السنوية العامة هل أنت بتهتم بامتحان نص السنة اللي هي مجرد امتحان تقييم ولا بامتحان السنوية العامة آخر السنة طبعا بامتحان السنوية العامة آخر السنة صحيح فتلاقي كل تركيزك وكل مذكرتك وكل الهمك في آخر السنة صحيح إحنا واخدين دي زي يكون مرحلة إعداد يعني ده اللي فهمته من كلام فيتوريا ده اللي فهمته من كلام بس يعني زي ما أنت قلت أن إحنا مفروض عندنا مجموعة لعبة كويسة مفروض أن أنت ما عدتش بالشكل عدت بالشكل عدت بالشكل كويس بس مش بالشكل الأمثل لو أنت كان لازم تلعب منتخبات قوية علشان شوف نفسك أنت واقف فيه أولا تلعب منتخبات قوية وتلعب فيه أجواء صعبة صحيح يعني ما تعودش كل مجموعة تلعب هالي على أرضك ما أنت مش هتلعب على أرضين روح هلعب في أفريقيا والدليل على كده أنه أجل تفاجئ لما أفريقيا قال لك أن الجو ويطوب أمه ده طبيعي ما شابش يتكلم ده قبل كده صحيح دي حاجة الحاجة التانية يعني كيروش مثلا رغم اختلافي معاه في البداية لكن كان عنده وجهة نظر بيجدد بيدفع قدم لنا وجوه جديد المنتخب معظمها نجح معظمها نجح ما تقدرش تلومه لأنه عنده وجهة نظر قدر يخنعني بيه ووصل للفاينال وخسر يعني فرصتين واحدة لتقالوا كاس العالم أمام أقوى فريق في أفريقيا واحدة بطولة أفريقيا السنغال لتنربوا الدربات لا هوا كروش لعب كل الفاق القوية في كاس الأمم في 21 هو عد على كدهور وعد على الكاميرون وعد على مغرب لا يعني تقدر في آخر تقول ولو إن دي كانت على حساب إيه بقى هو بقى عمل اللي عمله فيتوريا بس عمله في بطولة كاس العرب خدها إعداد لبطولة كاس الأمم لكاس الأمم أفريقيا هو بقى فيتوريا بفهمنا إن واخد دي البطولة دي إعداد لكاس العالم اللي حياخده تسع فرق ونص هيقول لي النص ده إيه إنك حتيجي تعمل ملحق مزبوط بينك وبين وقتها الأسيا تاخد واحد مزبوط إذن إنت أسهل بطولة كاتلينا هي البطولة دي أنا شايف كده وأنا قلت في الإنتر إن من الأسهل البطولات والسكة سبحان الله كانت بتفتح لك يعني السكة كانت سلكة بالنسبة لك خلاص النهاردة الراس الأخدر أهو مدوخ جنوب أفريقيا لحد الوقت صحيح قبل ما أخش الكودوفار اللي خبطته 30 عربية اللي جات من الإنعاش إنعاش إيه ده يقوم بتخبطه العربية اللي جاية يقوم تاني يعني النهاردة يخش فيه جول يترد منه واحد لا شوف الدراما هو مش عايز يقول إن أنا ده ده هو بقول والله أنا أنا موجود غزبا فوق أي يعني مغلوب واحد يترد منه لعيب يتعادل في دقيقة تسعين يكسر طايم يكسر في دقيقة 120 مظبوط وهو مطروض منه واحد مظبوط لمدة ساعة صحيح فإنت قادي فرقة هل ده النهاردة بتكسب مين بتكسب كانت بتلعب النهاردة أنت بتكلم على ماتش النهاردة مالي فدفوع كانت تلعب مالي مالي فرقة تقيلة مالي فاهم وميزة مالي فاهم وميزة صراحة أو عملوا ماتش كويس فرقة لها تاريخ فالفرقة كلها يعني دي دي طول الجرينت الروح القتال إحساسهم بمسئولتهم مماشي أحسن فرقة لكن ممكن تلعبوا في الفاينال أنا دايما يا كابت دي ما قلتي إحنا ما كناش الأفضل في وقت من الوقاية كان في منتخبات أقوى مننا ولكن كانت طيوحنا أقوى من كل المنتخبات الموجودة فدي اللي كانت بتخلينا نتغلب على كل المنتخبات وكل أفريقيا كانت بتقول كده مظبوط كل أفريقيا كانت بتقول كده قبل ما أنتقل معاك لملف الأهلي أخي حاجة شايف اللي فات خلاص مودي فني أنت مع مودي فني مصري أم أجنبي أنا في المطلق مع المصري تمام لأن أصل مدرب المنتخبات هو ما بيتطورش ما بيعدش لعيبة كويس هو بيعمل حالة بينها الانسجام يجود الاختيار يقرى الفرع المنافسة يعمل خطط ويختار لعيب المناسب لها ليه الفرع المنافسة تمام هو مش بيعد ولا يطور هو يبقى عنده يا إما بيغير جلد الفريق يا إما بيأخد الأجهز في اللحظة دي طيب المنتخب المصري هيتحمل الضغوط اللي بتبقى موجودة سواء من الأهلي أو من الزمالك أو من الانتجام أو الإعلام بشكل عام ما بيتحمل لها طول عمر طب مين من الأسماء يعني سأل لا أنت لسه منا ما كملتلكش ايه في المطلق أنا مع الأجنبي دلوقتي أنا أنت في المطلق مع المصري مع المصري مصبوح أنا النهاردة بقول لك المنطق بيقول والأنسب لحد ما ما تستقر تماما على المصري اللي أنت عايزه خليك مع الراجل بتاع المنتخب الأولمبي وما تتصرعش في المدارب أجنبي دلوقتي يعني يعني أنت شايف أن المكالي أو المكالي هو اللي يطلع يبقى مع المنتخب الأولمبي مؤقتا يعني يعني هو دلوقتي عنده تارجت حيلعب خلاص في نص السنة دي بعد نص سنة دي بعدين حيبان حيبان أداءه حيبان إجراءه يكمل يتجيب بقى واحد مصري النهاردة مثلا مش هتكلم بحساسيات ومش هتكلم مش حوارب يعني مثلا من الأسماء المطروحة دائما والتي تستبعد دائما الكابتن حساب ومعه كابتن إبراه ودائما الحجة إيه هم مش تحت السيطرة ما تضمنش هنفجر وقومنا كم خلاص جيبهم واقعد وخليك واضح معهم دي مشكلة على الجوة خلينا نخلص إذا كنتوا شافينهم الأفضل لكن إنت جربت كابتن حسام البدري شاهية إنت جربت إهاب جلال لا ما لحناشنا جرب إهاب جلال لا جربته 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 صريقتك ما هو لا حسام البدري حسام البدري خلي بالك هو قعد مدة طويلة بس لعب إيه ما لعبش ما لعبش حاجة صحيح وكان إنية إن بس أنت مستني لو أي حاجة عشان أنت ماشي طب ما هو حتى ما هنأخوفي من الموديل الفني المصري إن برضو تبقى إنية جده إن أنا الموديل الفني أتحمل الأجنبي بس المصري هتبقى عندي مشكلة بالنسبة ما هو أنت بقى ما عندك مين لازم أنت عايش حد شخصية شخصية تعمل حسابها مزبوط بحيث إن أنت ما يقبلش نتعمل فيه كده ويبقى هو وهو كمان ما يبقاش متهافت على المنتخب ويقبل حاجات تدايقه صحيح لازم يبقى له شروط وهو رايح بتاعك أنت زي زي للتحاد بالظامر أتحد عايز ينجح وجايبك عشان تنجح وأنت عايز تنجح صحيح اقعد بتكافؤ اطلب طلبات الجهري كان بيطلب طلبات وقف الدورة أنا مكنش مع إخاف الدورة لكن بلغ من قوة الرجل ده ووضوح طلباته وإصراره عليها اوقف الدورة صحيح وقف الدورة ارجع شفنا منتخب الأردن دلوقتي بيوصل يعني بتخطير بجرار معها طبعا كابت الجهري بقى أكيد أكيد فأنت عندك تقدر تعمل عندك مدربين شوف مين الواعد فيهم بس كل مدرب عنده مشكلة قاعدة تكلمه فيها بصراحة يتخلص منها يعني أنا لو أنا يعني المدربين دول كانوا يتحملوني أنا شايف أن فيه مدربين وعدي يعني كابتن كابتن علي ماهر كان مشروع كويس خدوا طوروا يبقى مشروع مدرب للمنتخب يعني خلق كوادي ده جزئية مهمة خلق كوادي من خلال إيه تكلفات صحيح إنما أنت فاشل أقول لك الحقيقة كابتن عدلي من ضمن خلق الكوادي مثلا يعني أنا لو كنت شايفه من الناس اللي أنا أنا صراحة محمد شوقي مثلا ومع ذلك أنت مددتلوش أي منتخب من المنتخبات اللي هي اللي هي الصورة رغم إنه هو مسك رغم إنه مسك مع كروش ومسك مع عهاب جلال ومسك مع كابتن حسام هنا هنا بقول لك بقى حساباتنا كتير قوي كابتن عدل المسؤول اللي هو مش قادر يخلص من قلبه ما يتعلاش المسؤولية تمام يعني مهم كنا نعرف طبعا ومهم إنه إحنا إن شاء الله بإذن الله إن الاتحاد المصري زي ما أنت قلت إنه ياخد الكارس السليم في الفترة الجاية وما يتصريعش أي أن كان مديد فني مصري أو مديد فني أجنبي أو مكالي يعني إنت جايب مثلا موقع الرياض وجايب مداربين صغيرين خدوا أهلوا بقى صحيح إذا كنت مقتنع بيه صحيح ونقلك اثنين تلالها من دلوقتي شخصيات كده كوادر إدارية وكوادر فنية وابتدي أبعاتهم مزبوط مصري في طول العمراء بتبعت الناس في إيمانيا وتبعت في البرازيل وتبعت ومش عيب إن أنا ممكن أجيب ناس هنا تعلمنا وربطوا بعات أنا حبعتك ووصرف عليك أنت مدر المنتخبات مزبوط لكن النهاردة أنت جايب راجل حسسني إنه جاي مدير فني للاتحاد مش للمنتخب صاحب مشروع اللي هو إيه أحدش أقلنا عليه نتمنى إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا في الفترة القادمة خلينا بقى نروح للملف الأهم وهو ملف النادي الأهم أنا حسيتك إن إنت عايز تتكلم في المنتخب لا أي حاجة كلم وعلي فكرة إذا لقيتني ما بجاوبكش في شكل مباشر إعرخني مش أجاوبك بس نتكلم إنت لعيب وأنا لعيب إنت لعيب أول أنا خايف منك حبيب يا كاب طيب خلينا نروح إنت شايف إن النادي الأهلي حس إن هو في الماكاته اللي هو الشتوي إن هو كده خلاص عمل اللي هو عايزه النادي الأهلي عمره ما حيب أعمل اللي هو عايزه إحنا عايشين 365 يوم بنفكر في الأب جريد في تطوير صحيح فإنت مهما بن إن عندك إحتياجات إنت بتدور الخطوة اللي تنقلك نقلة أكتر فإنت دائم وده وده اللي إحنا من تشكيل مثلا إدارة التسوين من أيام الكابتن محمد فضل تمام وأنا كنت مستشار هنيجي هنيجي الفضل لا ما أنا بقول لك كنا الستراكشر أو هيكلت الإدارة إنها يبقى فيها سكاوتين فيها كشفين فيها داخل مصر فيها خارج مصر البزرة بتاعت الشركة صحيح إنها تشتغل بالطريقة دي تطور الأمر الكلام ده اتنقل الشركة وسعت مسكها ناس عندهم أصحاب خبرات تمام أما تيجي في اللحظة المناسبة أكلمك في التفاصيل أكلمك في التفاصيل لكن ده اللي أنا عايز أقوله لك فإنت دايما بتتلقى ليه النهار ما فيش يوم ما بيجي ليش ترشح بس النادي الأهل النادي الأهل الحمد لله يعني في الوقت ده هو عايش فترة من أزها فتراته النادي الأهل أفضل نادي في أفريقيا في المغرب كان موجود طبعا في جيزة الكاف كان موجود الستانديل وستلام الجيزة كان الكابتل الخطيب لسه في دبي النادي الأهل أفضل نادي في الشركة الأوسط أكيد طبعا تطلعتك بيها اللي دحكك إن الناس كتير تقعد يعني تتهكم مع الكلام ده ومش عايزة تعترف به يا جماعة ليه تتهكم أنت أعترف عشان تقدر تشتغل تعديني طيب خليني نوح بقى يعني إصابة الشناو أعتاك أني وضعت النادي الأهل في مقزة طبعا ومع ذلك النادي الأهل لم يتعاقد ما يحايز حتى الآن كلمة مع ذلك دي حايز أعيز أقف معها فضل لأن الناس بتستسهلها هو مين أنت عشان تتعاقد مع جون لازم يبقى أصحاب خبرة مزبوط أصحاب الخبرة وعددهم قليل مش كتير ثلاثة أربعة تمام مين مين يا كابتن أحمد حتروح تقوله ديني الجون بتاعك يقولك عيني دي قبل عيني دي ولا حيبقى فيه مشاكل كتير اللي أنت تتحل أكيد هو بيحل وأنا بحل لكن إذا ما عرفناش نحل لأن يعني ما تقدرش تقبر نادي أن ديك الجون بتاعك أنا معاك بس خلينا روح أنتوا تفاوضتوا مع أبو جبل متعاقدتوا مع أبو جبل أه وبعد كده متعاقدناش شوف أنا أقولك حاجة التفاوض ما كانش مع أبو جبل مع وكيله عشان الناس تفهم لأس الكلمة أبو جبل يقول لكم المنتخب وانت روحت له ما حدش عمل الكلام ده لا أبو جبل تواصل ولا أحد راح له إنما هو له وكيل وهو الوكيل مستطلع رأي أبو جبل قال له يا ريت وإحنا كانت دينية في حاجات مش ضروري نعود لازم نعرف السبب فيه ساعات أسباب حقك أنت النهار ده جابت أن أنت عندك حيث ما أساسي بالنسبة لك تصاب طبيعي أنك أنت دخل على بطولة أفريقيا أنك أنت لازم تتفاوض التوقيت هو أن بو جبل كان موجود في الوقت ده مع المنتخب طبيعي أنك أنت هيحصل نوع من أن نعود تفاوض مع نادي البنك الأهلي أنا معاك مع نادي البنك الأهلي هل سبب؟ والنادي الحقيقة لازم أشهرهم طبعاً اللي هو أشاف نصار ويمكننا يعني الناس قابلت بمنتهى الأريحية دون الموافقة إنما يعني الوضع ده ممكن يبقى في نادي تاني مش بالأريحية دي لأنه حاطت لنفسه أهداف بيقرب منها أبس هو أحيط عاقد مع الزنفولي لما أنت خلاص أنهيته التفاوض معاه واتفاقته كويس سبب عدم يعني هو مش من حق هو أبو جبل ده مش راجل جون محترم صحيح وله حيسية أكيد وراجل مشكوراً قابلة وقال أنا موافقة جلنادي وكان متاح الكلام في الأسباب هيخدنا بسكة كل واحدة فصارة زي ما عايز أيوة إنما النتيجة النتيجة إن حدث شيء خلى الناس فضلت إن يبقى البديل حد بس أنت كنت جايب بصيرت شوية كابتا عدلي هل توقيت إعلان قبل مباراة الأهلي غلط التوقيت قبلها باربع ساعات هو ده من أسباب قبل مباراة مصر اللي هي في الموقع لأني أعلن قبلها باربع ساعات قبل اللقاء باربع ساعات ما كل غلط الإعلان يعني أنا منطق مصر بيلعب إيه الحرص إن أنا قابليها أقول رغم إن إيه إن إحنا لكلمنا أبو جبل بشكل مباشر ورغم إن أبو جبل طلع عليك وأنا مكنش مؤكد إن أنا اللي علعب الماتش أي فالكلام على إن وهو أبو جبل غلط في إيه يعني ضيع ضربة جزاء يعني طبيعي طيب ما هو كل اللعيبة ضيعت مظبوط أحسن اللعيب في الماتش هو اللي بيضيع عادة وده اللي حصل مع مصطفى محمد وحصل مع الكاملة محمد صلاح حبل كده ومعزيزه صحيح صحيح لا هو هو إن ضيبة الجزاء تضيع لأنه أبو جبل في المباراة ما عندوش الأخطاء اللي هي ما تقدرش تشور عليه بس يعني بس أنا ما أعتقدش إن الإعلان قبل المباراة بتالي طيب بعض ساعات هو ده السبب الكافي لا ده سبب للنادي الأهلي أه النادي الأهلي عشان تم الإعلان لا مش النادي الأهلي ما أعلنش هو تم النادي الأهلي ما أعلنش أيوة هو تسريب حصل تسريب حصل بضل موضوع يعني عشان أه ما لش علاق هل الشناوي ليه تدخل في حاجة زي كده كابت الشناوي أه محمد الشناوي مفيش حد يقدر إن هو مش على مثلا على علاقة كويسة بابه جابه لا ما هيش ما تبقاش كده ما هو ده ده اللي إحنا اسمعنا كابت الشناوي ده جاي ستة شهر تمام مش هيحتاجكم بعض أي على ما يرجع الكابت الشناوي هيكون هو خلص أعرضه تمام فهيعترض على إيه يعني خلينا عندنا منطق لكن إنت ممكن تبقى شايف شواهد تانية بتخلي هو هو إنت يا كابتن أحمد لما بتجي تجيب اللعيب لازم الصخافة بتاعته لأن إنت جايب وقت قليل مش عايز تضيع وقتك صحيح إنه يخش ويندمج وخش في نسيجك وبيدمغك واسلوبك وتقوله ما تعملش حاضر ما تسويش حاضر ده اسلوبنا أصلاً تحطيت في الموقف ده يا كابتن إنك إنت خلاص أجبارت في الوقت الحالي ناوة إنت عايز هي أقولك حصل واحد دي ثلاثة مش هيحصل لأ يعني حتى دي مش عندي نبقى عايفين الأسباب حتى دي حتى دي تمام حتى دي مش عندي وأي واحد يقولك طالما إنها مش عندي تبقى مش عندي حد دي حاجة هتبقى يعني أزهر التواجع ملهاش هتبقى في دايرة محدودة جدا بين الكابتن وجهاز الفن بس ومأوانت لما يقولك لأ خلينا نشوف بدايل تانية ها مش هتبقى تقوله ليه لأ طبعاً ده وضع طبيعي طبعاً فاللي يقولك عشان كذا قوله شكراً اللي أنت عايزه اللي أنت شايفه طيب سيد عبدالحفيز هو مدير الكوية الأصبك بالنسبة للنادي الأهلي كان ليه تصريح قالك إن عدم التعاقد مع حيس ميما هو يعتبر انتحار مش انتحار مش بالطريقة دي لكن هو طبعاً مش أفضل حاجة هو في مخاطرة قد تكون فيها نعمة كبيرة لأن أنت برضو التحديات الصعبة هي اللي بتطلع لك المعادن اتطفك معاك بتطلع لك المعادن اللي أنت ما كنتش متصور إن عندك الكنز ده صحيح طب أنا أقول لك حاجة معاك عشان الناس اللي بتتكلم هو أنتم مش واثقين في الشناو وفي الحمزة وفي مخلوف ومصطفى اه ومصطفى اه مصطفى شبير مصطفى مصطفى لا أنا قصد شبير شبير وحمزة ومخلوف هو السنة اللي فاتت لما جيه شد خفيف للكابتن الشناوي قبل ماتش الوداد وقبل الماتش بـ 48 ساعة جهاز الطب بيقل ممكن الشناوي يلعب الماتش إيه اللي حصلت؟ راجل فضل إن مصطفى هو اللي ياخد اللقاء ده بيلعب على الماتش نوك أود صحيح حيوصلك فاينال يضيع بيقل وقدى أداء ممتاز إذن انت واسق وعارف مين الحراس اللي عندك مزبوط فمسألة إن انت سختك في اللي موجود تعالي بقى نروح لللي بعديه حمزة حمزة أداءه في المتخب الإولمبي واخد أفضل لعب في أكتر من مباراة مزبوط هو حيث مميز هو حيث مميز إذن انت سختك طيب انت عايز حارس مرمان ليه تاني بس لأ بس أنا بتكلم في جزية بس عارف اللي يقول بلى ولكن ليه يطمئن قلبي عايز حد جمد طيب انت عندك حمزة حيث مميز ولكن هو هيكون موجود مع الأم في الأولمبيات عاجوني انت في شهر خمسة مزبوط أو ستة أو شهر ستة تمام لكن هو موجود معاك يعني طيب من هنا شهر ستة يا رب الكابت الشناب يكون رجع إن شاء الله بإذن الله طبع إن شاء الله وعلى فكرة أنا بقول لمصر كلها في حارس مرمى موهوب جدا جدا ويملك من المقاومات الجسمية والشخصية إنه يبقى حارس هايل مخلوف مم انت شايفوا انه احنا تبعيناه هو جاي من ترسانة مزبوط جاي من ترسانة مزبوط طلت سنين بنحاول فيه وكل التقارير من كابتن أحمد ناجي ومن كابتن إكرامه كل مدرب حراس المره المرهل ده موهوبة مهمة جدا جدا ولما جيه شفنا وقفته في الجونه شفنا شخصيته ولما طلع شفنا هذا الكلام لكن احنا بنجيب حماية للموجود لأن المسئولية ضخمة لا خلاف انت ممكن تقبل غلطة الكابتن الشناوي الكابتن شبير في وجود الشناوي صح لكن في عدم وجود الشناوي تتخض صحيح هو ده بس كده لكن انت كنت هجيب حارس مرمى عشان يطمئن قلبك من المفاجآت انت دلوقتي في موقف عند اي حارس مرمى ييجي حتى دلوقتي خلال ايام دي افرد انك حليت وجبت حارس مرمى مش هيلعب افريقيا انا بالزبط ما هو ده ما هو دي دي المشكلة الاجبر انا ما عنديش مشكلة كابتن في حتة التكتيب يعني اقصد ايه المنافسة انت حتى لو جبت حد هيبقى المنافسة في مصطفى شبير في مخلوف في حمزة ثلاثة مميزين ولكن انا بتكلم على انت النهار ده كنت محتاج حايس من الخبرات اللي هو يبقى موجود معاك افريقيا يلعب او ملعبش مش دي القصة لا هتخش في المنافسة بالزبط هتخش في المنافسة لان مصطفى افضل يبقى مصطفى اللي هيلعب حمزة افضل يبقى حمزة اللي هيلعب اللي كان هيتم لان حتى الان انتو لسه النادي الاهلي اعتقد ان هو بيتفاوض على حايس حتى الان يعني لسه في كلام انت لحد ما يقفل الباب عندك امل انك تجي بالاحتجاج دي تمام وحد اخر لحظة هيبقى عندك هذا الامل ماهو ده طبيعي ده دورك انت تفتكر اللي انت بتقوله ده تايع عن دماغ الكابتن ولجنة التخطيط ومستر كولر ونسه اللي معاه بس هم عندهم بس كولر مسعيد بعدم التعاقد مع مدي فني مع مداي ليه جيبتن ايه مع حايس انام جيبتن ايه احنا عندنا بقدو معلومات لا يا كابتن لا 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 اللي يقول لك معلومات كولر عن كولر قوله شكرا بقدو والله العظيم تلاتة ما حد يعرف كولر بفكر في ايه ايوة بس هو هو اجل كان عايز هو طبعا مش تعايز وهو عايز بس عايز مش عايز نجيب له حد سد خانة انت فاهم قصدي عايز حد بمصافات معينة حد يدخل في التنافس ما يبقاش فيه عنده اشكالية ألعب وملعبش ما انت هجيب حد يدخل في التنافس مهبو جبل كان هيدخل في التنافس مش فاهم ارضي بس سال كان هيدخل في التنافس ما تخلنيش كابتن احمد انا لما كون هجيب كابتن احمد حسن ستة شهر كويس لا انا ما جيبوهش مم في قيمة اعلى منك في الملعب ما فيش صحيح بس كابتن احمد حسن بالقيمة دي كلها لوجه مستحيل بس انت كنت حادت بند في عقد ده ابو جبل اني بعد ستة شوين انا ممكن اشتيه يا سيدي كويس كل ده جميل كل ده جميل لكن فيه لعيبة معينة خدت وضع وبريستيج معين يجوز ساعة الحسابات الدقيقة انا هعمل ايه في كابتن احمد حسن ده ازاي هعادوا احطياتي وهلعب عليه لعيب طالع انا مش بقول ده السبب انا معرفش انا معرفش بس انا بخود نقاش افتراضي معاك عشان برضو الناس اللي بتاخد من البوقنا دلوقتي تفهم صح الموقف صحيح ما عنديش معلومة انا مش بنق المعلومة انا بحلل زي ما حضرتك بتحلل صحيح طيب يعني عشان نقفل الملف ده انت متطمن بالنسبة لحواسة النادي لا ما اني زي زيك زي مستر كولر زي كابتن الخطيم مين يتطمن بنقول ربنا يصر محدش يصار وربنا يوفق اللي حيلعب ما تقدرش لان انت واحنا مثلا في التحكيم يا كابتن انا بنا نقول ماتش القمة يحاكم ماتش اجنابي هل طعنا في الحكام المصريين ولا حماية لهم طيب محمد صبحي حيث مويمة نادي الزمالك عادوا بينتهي خلاص يا والمفروض ان هو ممكن يوقع في هناك ممكن نادي لا يفقع فيه تسأل هل انت متوقع مني جابع السؤال ده وانا بقى كابتن نحبه قول اللي حطتلك السؤال ده ده انت المهندس بتاعنا ايوة عشان انا انا وصلت ان انا بقى المهندس بتاعكم ازاي ان انا ما بتكلمش في الكلام العيب دعيم اني جون في نادي الزمالك هو خلاص عقده عقده خلص تتصور انت في اي لحظة اني نادي الزمالك تما عوض عقده كما تطلطه شرير تمام تسألني على عوض حبيبي يبقى مفيش مشكلة مفيش مشكلة بس انت النادي اللي قدامك ده خلينا منطقيين احنا مش عايزين المسألة مش فرقعات خلاص والله والله العظيم ولو حاجة زي كده يا كابتن انا بسألك على فتك هيا يا كابتن احمد لو حاجة زي كده محدش حيجاوبك عليها لو في حاجة زي كده تفتكر حد حيجاوبك عليها لا انا بتكلم انا بتكلم اني هو حايز طيب خلينا خلينا والنبي في المسألة اللي انت ضربته ده اللي هو مين كابتن محمد صبح تمام طب الكابتن محمد صبح ده كيف تفجرت موهبته واسبت وجوده واصبح واحد من الحراس اللي بيرعبوه في المنتخب مصر الاول في المنتخب الاولمبي في المنتخب الاولمبي مصبوط اذا هو مع المنتخب الاولمبي اسبت وجوده صحيح نفس موقف حمزة وانت اللي حاسين ان انا سألت سؤال عيب لا لا فيه مش عيب بالحكس والله انا بسأل عادي والله سؤال عادي حبيب انت بتسأل عادي وانا بجاوبك لك مش عايزين نقب كتير لما تلاقييني بجاوب كده انقل يبقى خلينا ننقل خلينا ننقل على الحاجة تانية ماشي وسامة بو علي شايفه هينجح مع النادي الاهلي النجاح ده مرتبط بحاجات محددة اولا شخصية اللعيب نروح نفاصل وبعد الفاصل لسا مكملين طبعا مع مهند الصفقات ومديش شركة الكهب النادي الاهلي كابتن عدل القاعد فاصل ولسا مكملين معكم موسيقى لسا مكملين معاكم طبعا ومعانا كابتن عدل القاعد وهنايجح نسأله على وسام طبعا واللعب الفلسطيني اللي اتعاقد معا النادي الاهلي ولكن قبل ما نروح المنصر عدل القاعد خلينا اقول لكم اني الاستاذ جمال علام مئيس اتحاد المصري لكورة القدم كان في اجتماع مع فيتوريا وانتهى الاجتماع منذ قليل وتم الاتفاق على رحيل فيتوريا واني هياخد مستحقاته بالكامل وبقر هو هيعرض وان الاتحاد المصري هيتعايد عليه بعض الملفات لمديرين فنيين ومكالي غير مطروح يعني المكالي مش هيبقى مطروح خالص وراجل هيكمل مع المنتخب اللومبي واني فيه سياة ذاتية بالنسبة لمديربين اجانب هي اللي هيتم معرضها على الاتحاد المصري لكورة القدم ويتم التفاق او التعاقد مع مدير فني اجنبي دي يمكن اجتماع انتهى منذ قليل ما بين الاساس جمال علام وما بين فيتويا المدير الفني اهمه هو حيل فيتويا والحصول على مستحقاته اللي هي حوالي مليون دولار مليون دولار طيب انت كنت سألتين سأل الخبر ده يخلينا جاوب بقى اللي هو انا سؤال بتفضل مصري ولا اجنابي وفضل انا ضد دلوقتي لو جنت هتتعاخد مع مدرب اجنابي خلاف هنري رينارد انا انا ما تضعش وقتنا بقى تمام احنا مش حقل تجارب تمام خلينا مع المصري تمام وجيب ناس اتكلم معها بصراحة وحطها تحت اشراف دقيق واتفقوا على الشروط ويدلهم كل الصلاحيات اللي بتديها للاجنابي ونجرب مع بعض ولا مدايب الكنغو حتى هو نجح مع الكنغو اش عرف انه هنجح معك اه وكان موجود هنا مع الاسماعيلي بايده وقده بشكل كويس كان موجوده سلطة اه وحنا كنا فكرنا فيه دي سابر بيتنطط كتير اه كان الناد الاهلي فكر فيه بيتحرك كتير اه بيتحرك كتير لكن انت هو مع الكنغو هل عنده الضغوط اللي موجودة هنا احنا بلد مئة وعشرين مدرب مليون مدرب احنا بلد بتتغزة تتنفس كرة اكيد وكلنا لنا قراء لنتنازل عنها اكيد فانت عايز واحد زي قلت ايه يقنعنا كلنا دي حاجة صعبة ايه طيب نروح لوسام ابو علي اقرب فيه الصفقة رأيي لازم يكون ايجابي ليه لان هو ده نتاج دقيق لشغل الاسكاوتينج هو وسام احنا كنا بنفكر في اتجاهيات برضو اتجاه مستقبلي مدرب اجنبي لاعب مهاجم اجنبي وده لما جلنا لقينا حيتسجل مصري صحيح مكانش عنده باسبور ده يعني يا اقول لك مكانش عنده باسبور فلسطيني ساعيه لانه مولود في الدنمار مولود في الدنمارك مصبور فهو كان رغبته الاولى يروح اوروبا فامير احكيله عن النادي الاهل ايه فامير ابتدى يقول له النادي الاهل وشعبيته بيلعب كذا 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 جات بطولة كاس العالمة الاندية الراجل تابع وشاف مه فتحول الى حماس جارف مه انه يجي النادي الاهل ايه فجيه النادي الاهل صحيح وحماسه ده خلى عمل ايه بقى حاجات صعبة طلع باسبور فلسطيني ايه وجابش هادة ميلاد فلسطينية وعمل دوره وضغط عشان يجي ايه وما كانش متعب فيه يعني حقوقه هو ايه جاهب بشكل مناسب ومعقول صحيح لما شفته بيتكلم جمع على الكابتن اسلام الشاطر انا عجبني جدا من الحوار ده لان شخصية نطجة مسئولة قاعد لوحده بيطبخ لنفسه وبر باهله وبيتكلم على قضية بلده وبيقول يارا يعني يقول لما شفت الاطفال فلسطينيين بيعتبروني مسالهم الاعلى بيحملوني مسئولية انا عايز انكح مع زمايلي انا النوع للمدرب بيحبوا انا باجري كتير باركت كتير عجبتك العقلية الزهنية دي طبعا زهنية واحد جاي محدد اهدافه نفسه ينجح صحيح نفسه ينجح معناها دي ومقدر المكان اللي هو جاي عليه يا رب ينجح إن شاء الله طبعا انا متدقى نجاله الشاد ده ربما يكون احنا كمان يعني يعني الناس بره بتتمرن بشكل احنا النادي الاهلي ممكن يكون مسئولياتنا كتير ورابعة في تقل في تدريباتنا معرفش بس 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 وارد بس وارد بس عنا بلتخضي ليه لإن حظنا بيجي قبل للأهداف يعني قبل شباب بولوزداد كان يفسرنا الراجل ده يكون موجود اي فأنا هو وسام وانا اتوسم إنه ربنا كريمنا فيه خلينا خلينا نشوف لإنه طبعا أكيد جمعين النادي الاهلي متخوفة لإنه طبعا هي شافت مودتس مودتس مختلفة كابتن احب خلينا أنا هقولك طبعا هو لعيب عنده سي في قوي جدا 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 ولكن على الماضي إنما الناس لما شافتوا على الواقع كابتن لأ يعني في الأول وفي الآخر جمهور النادي الاهلي واعي مش واعي عنتم وحاطه كبيرة تم وحاطه كبيرة خلي بالك إن أنت قلت أحسن فطر لنادي الاهلي دي بتحمل مسؤولية زيادة مصبوط لإن تقييمك عند الجمهور اختلف ما بقاش النجاح ده بيكفيهم أي أنت تحسب على ما تفقده مش ما تحقيقه صحيح أيوة أنا عايف إن هو كان طلب كله لأن النادي الاهلي كان تفاوض مع أكثر من مهاجم لا طبعا ولكن ما تمش هو كله مش غلطان هو بيفكر فيه أكيد بس بس أنت بتكلم هو عشان كده تعاقدت معه سنة أنت مراعي إنه سنه كبيرة خبرته كبيرة بس هو ما كانش في الملعب هو بقاله أربع شهور قبل ما جيلك كان عنده أصابة ما تكملش بقيت الموسم أي فجالك يتجاهز عندك هو ده اللي أنا بتكلم فيه كابتن إن هو مسألة السكوتينج مسألة المتابعة مسألة أيوة أنت متابعه هو برضه مش جاي من المجهول ما هو جاي من بروسيا دورته سواء كان قاعد فطر مش في نادي وكان قاعد فطر بعيد لا مش في نادي إيه لا هو كان موجود بس كان عنده أصابة كان عقده بيخلص وجاي في ليه ترانسفير صحيح قالك خلاص بدل ما نقضيها إن معناش حد ييجي حيفدنا في بعض اللحظات وهو فيه لحظة معينة جاب لك السود جاب لك بطولة واخد بالك وبعد كده في المطشاط الودية ابتدى شوية حسسك بالميزة بتاعته خلي بالك إن طريقة لعب الأهل وكانش مبنية على إن فيه واحد ينط ويلعب بالهد ويعمش كده لإن كلها كانت عالأرض أكتر من عالأرض وانا ليه وانا ليه بسألك على وسام بالتحديد لإني دايما الفتاة الأخية نادل قال دايما كان عنده مهاجمين أقوية جدا جدا أجانب يمكن الفتاة الأخية نادل قالي عنده سوق بخت في التعاقد مع المهاجمين الأجانب لعيبة كتير جاته واحدة ممكن أن أسألك سؤال فضل عشان برضو الساعات حيطة إنك بتجيب مهاجمين مش قال المهاجمين اللي جون هو الوحيد هو الوحيد اللي نجح بشكل كبير استوديهات التحليل بما فيها الاستوديهات اللي كنت بتقعده كابتن طه كان بيقول كابتن طه وكان بيقول إيه الاستوديو على أوليد أظهره دا مهاجم داي داي على الفرص دي كلها يا عامي بديك أمل بيضايع أربعة وبيجيب لك اتنين وبيسببك في ضبر الجزاء لا هو بيضايع أربعة بدأنا نتحدث دايما بالشكل الرجل هدف الدوري بس وليد كامل يا كابتن يعني كامل وأثبت وجوده وتصاعد الهجوم عليه واستفاد بيه النادي الأهلي بشكل كبيل لما باعه ورغمك دا لا مش قوي يعني يا دوبة جبت تكلفت بقى يعني انت بعته بكاما مش بستة مليون تقعيبا لا يا راجل لا الله بس ستة مليون دقيق هما كانوا خمسة مليون دا قتلنا في الموسم اللي خد فيه هدف الدوري في الدوري الصيني بس الراجل اللي بيتفاوض الشركة اللي بتفاوض مدى اتناشت ضمانات دا قالولنا عشرة مليون ايه مدى اتناشت ضمانات اللي هي قاله أصل فلوس الرعاة هي اللي حسد طب هاتلي من الرعاة ضمان السادات ما جابولناش ايه بس فإحنا ما تمتش لكن لا دا هو ما مشي 800 ألف أو حاجة زى كده اه بعد كده طي هون صافي خلينا واحدة واحدة والله بسرعة أخدهم لك كده يلا عشان نرد مرة واحدة يلا ما جاه بايلر عايزي مشي تمام مش مختنع بي اي مش بايلر جاب مين قاله باجي مزبوط قاله باجي لعيب بالمواصفات النهاردة اللي كلها رايزها كل المواصفات فيه السرعة والقوة والهد ولكن اللعيب استيلوا مفاركة شوية يعني شعيف البوزيشة يعني يعني مش 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 الرشاخة والله صحيح لكن هجام هجام صحيح عاما كبيتش المسلماني جاه تضح ان هو عنده مشكلة معاه من ايام ما كان في جنوب افريقيا اي اطاحة به طب جاب مين جاب واحد مصر كلها كان بيتكلم عليزي ما بولوله دلوقتي بوالية بوالية مزبوط جاي بحداشر جون في راوند ايو في الجون ودفعنا فيه 2 مليون دولار يا كابتن اعمال اللي بقولك اللي قال لي ما بيصرفش اي فانت جاي بواحد قدام عينينا كلنا مكسر الدنيا وجبت تقريبا اللعب المكسر كان مين عايز افتكه جون انتو اه لا بينه لا ده جون انتو قبل دول قبل دول منعي وكان مكسر الدنيا مزبوط وسبك وكسر الدنيا ايو مزبوط ففيش شيء في طريقة لعب الاهلي او المسئولية داخل النادي الاهلي بتخلي الاداء او ما انت ممكن اللي يطلب منك التحركات الدفاع الحركة انت بتلعب على حريتك برا صحيح فبتجيب جون ما فيش الدغوط اللي بتبقى موجودة في النادي الاهلي واسلوب اللعب طي يعني بقى تجي لما جيه مكان بواليا موسيماني مشاه وجاب بواليا بقى بواليا مش عارف مين جيه مشاه وهكذا كل دول جوم باختيارات سليمة ما تقدرش تقول ان دول ما كانوش قدام الناس مطلب جماهيري موسيماني ما عادة بتجي موسيماني بس بتجي الوحيد اللي الاهلي يكسب فيه كواس جدا قدم عن النادي الاهلي بشكل وقدم عا اوروبا وقدم عا اوروبا اي نادي بيروحه كان بيعلى موسيماني واخذ بالك فالنهاردة انت جاي بمودست وهو عارف وو احنا عارفين ده متوقف سانة موسيماني ان هي جاي مهاجم مرحلة بس الحد الوقت يا كابتن حتى هو اقنعش الناس ان هو مهاجم مرحلة يا سيدي كويس ربنا يساهل ويقنع الناس مش درون يرمي الفوتا كده ونحكم عليه طب هتسألك سؤال هو في الماتشين الودين اللي لعبهم ما هو يعني ايه ما تبعناش احنا الماتشين الودين احنا شفنا الماتشات اللي هي يا سمية ده الرسمية اخر ماتش اللي هو بتاع السوبر كان عمل جون وجاب جون مزبو راح الماتشة للود دي جاب جون وضيع ضرب الجزاء ما هو وبعدين قابليهم خلي بالك احنا برضو اكنوا الراجل ده ما بيهدفش خال مش جاب جون والناس اشاد بيه يوم الجونة بس احنا تعالينا الجون تعرف لو كاسمنا الماتش ده كانت كل الناس اتكلمت على المودس انا بقولش انه اعلى حاجة صحيح انما الراجل مش برضو الناس الناس بتقرص شوية يعني هوا هوا موجود الراجل ومعاو سام ممكن اه ممكن الناس بتقرص بس هو نفسه جمهوي النادي الاهلي مش على القناعة تمه بيه بس خلص هنخل طم انا بقولك كده ايوه هو مين ما ده مش مش الفرد راح يكمل معاك ازا ما بقولك يعني يعني مودس بيسد فراغ لفطرة لان سنه كده بيقول كده ايو ايو واخد بالك مش لانه هو تاريخه زي ما انت بتقول تاريخ كبير والرجل عالسفيهات اه لا مقنع لكن لما جيه عندك جيه في اللحظة الصداق خدنا ان اي لعب كبير ممكن يحصل له هزا الكلام طب بما اني بتتكلم على اللعيبة الكبور خليني اخوك بقى الاهلي شوية واخدك في سؤال لو حابب تجاوب عليه تجاوب عليه مش حاب تجاوب عليه طبعا يعني ليه كامل الحوية وققك في صفقات نادي الزمالك وبالاخر صفقة عبدالله الصعيد الزمالك قبل ما يجي المجلس ده كل الناس كان بيقول هم هيفتحوا القيد ازاي هم هيتخلصوا من الاحباق والديون دي ازاي ده بس لو فتحوا القيد يعني مش يبقى كتر خيرهم بطلوب منهم فتح القيد سداد مستحقات ده دولة المستحقات عشان يفتحوا القيد صحيح عملوا كلام ده بنجاح طيب تعاقدوا ده تعاقدوا يجي 18 او 9 صفقات صحيح اذا ما تقدرش عشرة لحد دلوقت عشرة شيء مذهل يعني هتتكلم من النازل عملت لا عملت مين ينجح من دول ده الايام اللي هتجاوب انت بتقول الكابتن عبدالله الصعيد طب الكابتن عبدالله الصعيد بنفس المعيار بق تاريخه بيقول ايه اي واحد عاقل يقولك جيبه كل التاريخ ده طب هو لو جيبه هيعمل ايه الاجابة عند مين عند عبدالله عند عبدالله عند التوفيق عند التجانس بس عبدالله احنا شايفينه قدامنا ما التاني من غير ما تشوق التاني كان عامل هذه الحالة في المانيا ده واحد من هدفين للدول الالماني انا معايا كابتن والله نفس المعيار اي انت جايب واحد على تاريخ سنه كبيرة تتمنى ان يوفق معك طيب انا انا لازم اشيد باللي انت بتقوله انا مش باقل وبإشادة بالمجلس اضاية نادي الزيال انه هو طبعا انه هم الناس انه هم الاعباء الكبيرة اللي كانت موجودة عندهم يعني ده واحد طيبة يعني ده لازم مش روحوا احنا عندي يعني انا ما انت كمال لازم تقول كلام الناس تحترموا صحيح يعني انا اطعباء اعمل زي الجمهور المتعصب وحفل لا ده حلم يعني بالنسبة للزمالك اللي حصل دلوقتي حلم ولا ما كانش حلم ده اكيد حلم الناس اللي عملت كده دي الله اعلم يعني عملتها ازاي وضحت بايه وتساعدت يعني كل انسان واقف مع نادي الزمالك التاريخ حيعرفه وكل انسان واقف مع نادي الاهلي التاريخ حيعرفه صحيح لا انا استوقفنا قابتان عدل دايما لعنى دايما الناس دايما بتبص على الحاجات السلبية بتبصش على الحاجات الاجبية انا بسألك النارد على صفقات نادي الزمالك انا بفوجة ان انت بتقول الناس دول عملوا اعجاز طبعا يعني كل واحد فطرة الانتخابات وعلى فكرة قدروها بطريقة صحة معشموش الناس يعني هم فطرة الانتخابات ما وعدوش بحاجة يعني كانوا بيهربوا من السؤال ده يا جماعة تركة ايه حنحاول نعمل اللي نقدر عليه عملوا اكتر من اللي كان مطلوب منهم ايه ازاي ميش وعلى فكرة مش بس في الكورة ده بيدعمه في الباسكت وفي الهندبول وفي باية الالعاب شكراك على روحة القيادية دي ده ده لايمن اللي احنا حابين يبقى بيننا لان المنافسة عايزينها هي منافسة شاية هو انا لما خدش بالي من دي يبقى لالي في خطر بالاخر كده هو بيحفزني برضو ان انا ضعت مجهودي واشتغل اكتر وابقى عيني عليه ويعمل خطوة افضل انا محافز على الخطوتين بتوعي هي كده حلو حلو الكلام لا بجده والله حلو الكلام ده ان فعلا انت النواد عايز المنافس بتاعك يبقى موجود علشان انا كمان اشد دحيلي هي دي المنافسة هي دي السؤال اللي احنا عايزين نقللها كابتان عايزين الناس يعني السؤال اللي احنا عايزين في الاخر احنا بنتنافس منافسة شريفة كل واحد من حقه ان هو يكتهد انت قلت كلمة مهمة جدا منافسة شريفة المطلوب من اتحاد الكورة اذا كان عايز تسلح الكورة طبق المعايير الدولية على الدور المصر بمعنى انت دلوقتي كان فيه وقت انت متردد فيه هنا ارضى الحمد لله زمالك خرج بالمشاكل يارب حد يقف الوقفة دي مع النادي الاسماعيلي ويخرجه من المشاكل نسو الله اذا كان يعني الكتالوج بتاع زمالك ما يتعمل مع الاسماعيل عشان يخرج من مشاكله اي نادي شعبي عنده شعبي بالذات يبقى دي سعادة الشعب المصري صعب المصري مكون من الاندي الشعبية حطوهم جابوا بعض زي اللعبة دي اللي هتقفل التابلو اذا كل الاندي الشعبية تستحق الدعم يعني انت شايف كمان ان النادي اسماعيل لازم يتوقف جنب لازم اللي اتعمل هنا اتعمل هنا سواء من رجال بس اللي اتعمل هنا انت بتتكلم على رجال اعمال ويقو برضو هناك هل ما فيش رجال اعمال بس رجال الاعمال ان ما كانوش برضو لقوا اللي يوقت معاهم ما هو رجل الاعمال في الاخر في وسط الاقتصاد اللي احنا فيه ده والدولار وهو بيدبر لشغله دولار مهما ايه ده ومهما عمل لازم يلاقي مناخ يساعده ايه يعني عايز قارد تديله قارد ايه بضمان اه بضمان تمام ما هالبنوك مش هتدي قروض كده بضمانات صحيح وهو الفكر ده يعني فكر غامض ولا ممكن يتطبق في اي حتة اه بس انت لو انت بتتكلم لو انت بتتكلم على ان النادي الزمالك استخدم قد معربش هم اللي بتقلت ان فيه جزء قارد وفيه جزء رجال الاعمال وفيه جزء وجدوله وفيه جزء قدروها مش دوري والنبي اقول عمله ايه ماشي ماشي بس بس انا بس خلينا اتكلم ايه اللي خلي الناس تنجح هنا وغيرهم ما يعملش لا بس عشان اوضح بس جزء ايه مهم حتى ولو نادي الزمالك عمل ده فهو عنده ضمانات تقدر تغطي الكلام ده كله العضوية طبعا اكيد طيب ما نقف هنا والنبي هد الرشدة دي للإسماعيل عسان خاطر ما تفتح العضوات في الإسماعيلي ايوة ما حتى لو لو العضوات هنا ايه والعضوات هنا ايه ما هو حجم المديونية بتاعة الإسماعيلي مش ده حجم ابنانية الزمالك ايوة انت بتتكلم الزمالك النار ده عضويته اكيد الاسماعيلي ده ما يعني يعني بالعكس ده انا ده انا اكتر واحد نفسي اني مشاكل النادي إسماعيل تحل بس بس يعني وانا واحد لعبت في النادي الإسماعيلي وبتشرف اني لعبت في النادي إسماعيل لا النادي الزمالك يقدر يغطي من خلال عدويات لا رب انت بتتكلم عدوية وتوصل بتعدي بتعدي ال 500 ألف جنيه في الوقت الحالي هل النادي اسماعيل عنده عدوية بشكل ده لا يفتح ويفتح ولازم نقدر الشعبية من غير عدويات يا كابتون أحمد صعبة وانا بتكلم على العدويات مش الاشتراك السنوي نعم اشتراك بتاع النادي هو ده اللوكشة انت بتكلم النادي الزمالك تخطى 150 ألف عدو تقريبا جماعة عمومية او تخطى 120 ألف عمومية مش دول اللي حسدده انا فاهم فاهمني بس اللي حسدده هتجد الزمالك معتمد علي بس خد مني بقى في الحتة دي انا قد رفت فيها اكيد طبعا الزمالك هيعتمد على فرع الزمالك في اكتوبر مسبوط العدوية الثانوية مش هتسدد غير مصاريف العمال والموظفين لكن العدوات الجديدة بتخليك اولا عندك حاجة تقدر تقترض عليها وتعملك سيولة تصرف جزء منها عنها دي وجزء منها تحلم مشاكلك وبعدين تاخد يعني ما نتمناه في النهاية ان ان شاء الله مشكلة النادي اسمعيني تحل بأي شكل من الأشكال بقى كل أهل مكة قادرة بشعبها صحيح احنا قاعدين بردو زي بقولك ايه اللي على البر عوام صحيح مثل بليغ جدة صحيح احنا بنبالبط في الراملة هم اللي بيعوم ده هو اللي بيعقد المخاطرة طيب خلينا ناخدك بقى لجزئية تانية وهي جزئية العيبة اللي بتنتهي عقودها في النادي الأهلي علي معلول لم يجدد حتى الآن هيتم التجديد العلي معلوم دي بقى سياسات وكلام مش هتكلم فيه في برامج هنا اتفقتي معك قبل الهواء اللي اقولك مش هتكلم في حاجة تخص سياسة النادي الآن انا مش جاي مهي مش سياسة انا لسته علاميا او صحفيا مصدفني انا مسؤول داخل نادي قاعد معاك بقول اخبار اخبار يمكن التعليق عليها اخبار اقولك دي بتاعة الإدارة العليا طيب نفسك 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 علي يكمل انا نفسي اي لعيم نجم ما انا يا كابتن مش عالي معلول بس مالجلس هدخلك على باستاه نفسي اي لعيم نجم في النادي الأهلي يكمل في النادي الأهلي لما انت خرجت من النادي الأهلي انا كنت متضايق قد ايه جدا طبعا لان لأ واتكلمت معايا وحاولت اعمل حاجة صحيح وهي كانت مسألة يمكن حلها ولكن الله يجازين بقى أولاد الحلال لكن المهم يعني عايزة اقول ايه ان انا دايما النجم اللي بشوفه خلاص بقى فيه ريحة الأهلي كابتن عالي معلول ده ده اكنت ولد وبمعجون أهلي طبعا ده اكنت ولد في نشئين النادي الأهلي صحيح صحيح وبشخصية الأهلي بالنموذج المحترم بالراجل اللي اخلصه ياريت يفضل طيب كابتن دلوقتي اللي انا عارفه وهو دايما لما العيب يبقى السن كبش شوية بتبقى الاختلاف الاختلاف على سنة او سنتين فعلي عايز سنتين النادي الأهلي عايز سنة برضو ده كلام مش عجبك عليه ايه بس طب خليني خليني انا هاخد منك اجابة واحدة بس انت حابب ان علي يستمر في النادي الأهلي طول ما بيديني هو كمان لازم يبقى مش عالي بقى اي لعيب صريح مع نفسه لان اللعيب عايز يستنى أطول مدة يبقى هو كمان بأمانته وعطاءه مش كابتن علي عارف انه يقدر يديني لما يقول سنتين لانه عارف انه حيقدر يديني السنتين بنفس الكفاء لو هو عاجز بكده يستمر انما انت شايف انه يفضل انه هو موسم وبعد كده اشوف انا مفضلش لانه انا مش اللعيب تمام ومش انا وانا على فكرة في الاخر ما تدينيش اكبر من حجمي انا مش صاحب قرار لا لا مش الكابتن انا ما بتكلمش انا بتكلم من كابتن عدل القعي هو جزء من منظومة النادي الاهلي في الاول وفي الاخر انا مشاعري مشاعري شيء ومسؤولية القرار اكبر من مشاعري مشاعري ان يبقى الكابتن علي يعني الكابتن علي مسلا وقلت له سنة وراح خرج برا تقلق حتدايق ولا مش حتدايق اكيد اكيد يعني انت عايز طول اللعيب ما حاسس انه بيديني ها الاجابة دي عند اللعيب وعند الاضاة يفصلوا العلاقة ازاي تعقديا بحيث تضمن للنادي انه ما جذبش تضمن للعيب انه طول ما هم متقلق يستمر ده موضوع بقى طيب خلينا نروح لبايستاو بايستاو امتى هيتم والنادي الاهلي قادر انه هو يقدر عباس تاو الاصطمار انا شاف ان بيرستاو بزيزات سعيد في النادي الاهلي لان بيرستاو جاله اكتر من فرصة انه يقومش وكان ساعتها النادي الاهلي في ضغوط بيعمل ايه بيرسي بس النادي الاهلي كان شايف قدراته فتمسك به اللعيب برضو عنده سنس انه يعرف وهو عنده السنس ده من الافرقى الطيبين الكويسين المقدرين حاسن الاهلي تمسك به في الوقت الرأي العامة كانش متمسك به ما انا شايف ان بيرسي عايز يمشي وطول مقادر نفسي الاجابة تاعة كابتن علي تنطبق على بيرستاو اللعيب مهم جدا صحيح لا بس هو اللعيب مهم ولا صراحة في السن كمان يعني سنه اللعيب مهم سنه انك انت تقدر تقع انت عشان تجيب لعيب ينخرط ويديك ويعرف طريقتك وينساجم وما عندوش مشاكل مش سهل كل امتلاعي الشخصية دي طيب خليني اكلمك على ملف تاني بالنسبة لاحتواف لعيبة النادي الاهلي يعني احنا الو ديانج مثلا هل النادي الاهلي لو شاف ان جاي له عرض كويس طبعا كما ابدأ عام بالنسبة لنا اه قليش دعا بقرر الادارة العلي اي لعيب في البيك بتاعه انا بكلم على البيك يعني في وقت ما قيلة بس انا ما شفتش الكلام ده ان ديانجي جاه فيه تمانية مليون دولار تماما الاهلي سبق وانه باعي بونا لما جاه فيه تمانية مليون دولار صح طب ادري عوضه اه عوضه طبعا هو كان الاتعاد ستة والاهلي طلب تمانية وعت لا ده اللي تقيل على الهوى انا لو شفت الستة ما كنتش ساعتها موجود ان انا لشوف الستة ولا شوف التمانية تماما واخد بالك لكن انا رأي ان ساعتها لو 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 كلفت بهذا الامر وسؤلت كنت عقول لو جيت تمانية او ستة او ستة بالبونس يوصلوا للي انا عايزه لا يخرج وحنقدر نجيب حد لاني ده لعيب اصعب مركزين تعوضهم اصعب مركزين الهدف ايان كان بقى تحت رس الحرب رس الحرب صحيح وحرس المرمى ايه دول اللي بتبقى حجر جدا انت بتتكلم فيهم صحيح مدافع خطوس هتلاقي تماما باستمرار طلبك تماما طالما انت عندك الفلوس اما انت ما تبيع بستة هتقدر تجيب بين مبلغ كبير وجبت ما انا اعطيها لعيب من لعيب المميزين جدا ولعيب من لعيب المهمين واصبح المهام دي تقدر تعوضها محمد عبد المنع لو جاله عائد كويس ممكن نادل اهلي يفكش انا تمنى بقى لان محمد عبد المنع بالذات هو خلاص في قناعاته انه لعيب لازم يلعب في اوروبا ما يتنازلش عن الحلم ده ما نعودش بقى نتنازل لمجرد فكرة في كلمة باستغرب جدا يقولك انا عايز احترف اما تسأل اللعيب يقولك انا عايز احترف لو انت مش محترف في مصر الماليين دي انت مش محترف في مصر الله عليك كابتن عدلي والله لان انا دايما بقول اللعب المحترف الكلمة لنفسنا بيستخدمها في الاعلام غلط اقنعنا اللعيبة انهم عاديين في مصر بضيعوا وقت بالماليين دي صحيح احنا اوفر اسميتين جدا للواقعية احنا اعلى دوري بعد الخليج مفيش دوري في اوروبا بينفسنا في حجم الانفاق مفيش لعيب عندنا يقدر ياخد المبالغ دي برا ولذلك احنا ما بنتلعش شمال افريقيا هم اللي بيقولنا اي شمال افريقيا واخد بالك يبقى انت النفذة بتاعتك حتتين يا الخليج اللي بيطور نفسه جامل جدا وابتدى يتقفل لان المبالغ بقى يقدر يجيب بيها بيجيب النهاردة الطموحات وحتبقى عدوى خلي بالك يعني النهاردة لما سعودية تجيب بنزيمة تجيب كوستريانو وتجيب فرمينو وتجيب مش عارف مين وتجيب وبفكره في ميسي وكابتل محمد صلاح الكلام ده هتبقى عدوى لان من يملك المال يستطيع ان يصل الى الاهداف البعيدة صحيح طيب انت بالنسبة لك الخليج كمان حيبقى صعب اي الا في حدود معينة خلينا في اوروبا لو جه عرض لمحمد عبد المنعم كبير ما اظنش النادي الاهلي حقيقي كبير يعني كبير بقى في الارقام اللي الناس بتتكلم فيها ما الناس تقعد تقولي عشرة واثناشر وبعدين تيجي ساعة الجاد واحد يقولي تلاتة اربعة انما لو جه في عائد كويس النادي الاهلي ما عندوش اي مشكلة النادي الاهلي مش أنا النادي الاهلي ما نقول النادي الاهلي وهو النادي الاهلي دايما ليه بقولك طول السنة بيفكر لانه دايما انت عندك الاحتمالات دي موجودة اصابة اي او تعويد وممكن يبقى التعويد يا من ناشين عندك النهاردة ما يلفتش نظرك ان فيه سبع لعيبة او تمانية تأيدوا افريقيا اي تلفت نظرك اي اذا دي العيبة استعادت عشان تبقى اي يعني انا دايما بحب اني انا بس عندي مشكلة اني دايما الناس لما تيجي تقول مثلا العيب كويس ونفسينا ان احنا نشوف احتراف احتراف خائجي وانا هنا بقول احتراف خائجي حق يرات بي باطل والله الناس نعم حق يرات بي باطل الناس دايما بتشوف ايه ما تشيبوا يا عام لأ يقولك ايه انت ليه عايزوا يمشي انت عايز تفضل الناس طب احنا عايزين نشوف لعيبة محترفين عايزين نشوف لعيبتك عندنا عدد نفس العدد اللي موجود اتنا احمد فكرة ان المستوى العام يرتفع بالمحترفين شوير لي على فرقة كملت لا لا مش اصدي انا اصدي انا اصدي ان احنا يبقى عندنا عدد من اللي موجود عندما سئل مصطفى العقاد المدرب العبقاري بتاع الرسالة وبتاع عمر المختار كيف تصل السينما المصرية الى العالمية هلوم بالتفوق في المحلية لا يمكن تبقى عندك عالمية من اذا لم تتفوق مش العكس انت ما تبتديش عالمي عشان ترفع المستوى انت المستوى لازم يرتفع لدرجة انه لما يخرج عندك لعيب تطلع عشرة وبتقول السليش عالتفارات اي وإلا كانت ليبريا طلعت بدل جورجوية ده الراجل بقى رئيس جمهورية يعني يعني عشان خدع سلعيب في العالم في البلد ملهاش علاقة انا بتكلم ان مثلا انت عندك النهار ده ناجية ولا كاميرن ولا غانا ولا كلام ده ولا كده ان يكون عندهم عدد من اللعيب المحترفين ده شيء بالعكس شيء يسعدنا ان احنا بعدنا النهار ده 50-60 اللي عيب مصر بيعابو في المحترفين وانت قبل عصر الاحتراف وبعد عصر الاحتراف كل المنتخبات اللي عمدت تكلم عليها دي مين اللي سابقها وبيجري بيها كان مصر بالمحليين واحد زي حضرتك واحد زي زدان واخد بالك مش كتير يوم محترفين واحد زي هاني رمزي كابتن هاني رمزي اتنين تلاتة لكن القوام لان دول دول يا كابتن يعني هو ابو تريك مستوى ما كانش يسمح له كان يسمح له كان يسمح له حسني والجمعة صحيح كلنا المحلية اللي انت تتفوق بها طب تتفوق فيها زي النظام وانك تبقى ولاد صحيح وتفرز في الحالة دي ما تتخضش لو جيل عبد المنعم عرض كبير لو انت عارف حسيستبدله ازاي تمام وانا عندي اقتراع الاتحاد الكرة خلاص وانا عندي حاجة تاني هنقشك فيها لا خلينا اقول اقتراع لان اقتراع غريب بس مهم اي نادي طلع لعيب يحترف في المستوى الاول وحدد سبع تامن دول في اوروبا اسمح له يخرج برا كوتة المحترفين ويعوضوا بمحترف طيب دي حاجة بايدو كويسة اقتراع كويس ويعني اهو انت بتكترح الاقتراع ويت التحاد الكويس معوه وينفزوا حاجة زي كده لوي في صالح كوتة كده المصية طيب خليني قبل مطلع الفاصل اسمعك حاجة كده لما نرجع وتعلقل عليها لان انا عايف ان عندك عتاب على محمد فضل ولكن عايف ان عندك عتاب على فضل وهو واحد من اولادك لان احنا دايما متهمين يا كابتن عدلي ان احنا ايه بنعمل مشاكل عشان انت اصلاك فتحت الموضوع عندك يعني ماشي عشان فتحت هنسمع بعد الفاصل ونرجع نكمل مع كابتننا كابتن عدلي الكهير ما نقدرش نتكلم يعني هو ايقونة النادي الاهلي سقف التعقدات في الادارة كرئيس شركة النادي الاهلي في الاخر حتى لو فيه عتاب هو عتاب زي ما قولك صحي ما ينفعش اي حد يزعل من حد في مقام والد هو كان صاحب والدي والله ارحمه والموان تساعد لي على فكرة بقى دي سر كده ان انا اول ما دخلت النادي الاهلي اول حد قابلته الموان تساعد لي كرا كان مع كابتن حازم الهواري كنت ساتف نادي الصيد ودخلت المكتب الموان تساعد لي الموان تساعد لي علاقت بيه علاقة كويسة جدا حتى اولاده كمان يعني صحابنا العتاب هو عتاب صحي له الحق طبعا هو دافع عن مصلحة النادي الاهلي وهو كان المعلومة وصلت بشكل خاطئ انا ما بطلع اتكلم انا بتكلم الناس كلها عارفوا ان انا انتمي النادي الاهلي بشكل كامل كعائلة قروية مية في المية بقى تلاقي فيه كلام كتير جدا واقاويل ولجان واشعاية وكل الكلام ده لكن في الاخر واحد مدعودش يفكر في الكلام ده انا بس مطالب ان انا كل شوية اطلع اقول الكلام ده خالص لكن المهان سعاد لي كان فيه كلامه يوصله بطريقة خاطئة جدا وهو عنده برنامج والبرنامج هو بيمثل النادي الاهلي فطلع انتقدني كان انتقد شديد جدا 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 كان حاجة من الكني يا اطلع رد يا كلمه في تليفون انا كلمت في تليفون كلمت في تليفون قلت له حضرتك كذا 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 يعني كلمنا تبادلنا الحديث وهو طبعا زي ما قلتلك يعني يمكن رجل في مقام الوالد ولا احترامه ومشعب ان احنا نتعلم وحتى ما وضحت هو يوميها بالليل اطلع وقال ان فعلا اطلع الكلام عليها بشكل جيد ان هذه العلاقة بين اي حد ينتمي النادي القالي او في الرياضة المصرية بشكل عام اطلع اتكلم بشكل كويس وهو كان زعلان مني يعني هو فيه حاجات كان وصلت له بطريقة خاطئة وفيه حاجات كان عنده زعل والزعل انا وضحته حتى احنا كلنا بنغلط وكلنا بنعدل وفي الاخر احنا اسرة ودايما فيه كبير فكل الناس اللي عندهم خبرات لازم نتعلم انه طبعا سواء المهندس عدلي سواء طبط محمود الخطيب سواء اي حد في دارة النادي الاهلي او في الزمالك او في اتحاد المصر كرة القدم فده عتاب صحي في الاخر لكن هل فيه ليه نواية مثلا مختلفة او خالص فطبعا انا بسلم على المهندس عدلي بقول له زي حضرتك وربنا يديك تتعمل الصحة ودايما نتعلم من حضرتك ويكون فعلا ايكونة النادي الاهلي في التعافضات وفي الادارة وكل حاجة وربنا يديك تتعمل الصحة لسه متكملين معاكم ويعني دايما الناس واخدى فيك ان احنا بنعمل خلافات انا كده ولكن دوقات احنا بنعمل صحة احنا بنعمل صحة عشان الناس هتاخدش جاي بقولي صوت وصوت جاي بقولك او صوت وصوت اما انا قلت بقى يعني حسيت اني من الاخر كده عشان انت وقتك مخنوق وعايش تسعل اسأل كتير الكابتن فاضلي ده اخويا الزغير كمان الكابتن فاضل انا بيني وبينه خصوصية وله عندي مكانة خاصة بس الكابتن فاضلي لما انا رضيت عليه انا مرضيتش يعني اقول بالزبط علشان انا بحافظ دايما على شعرة معاويا وكابتن فاضلي طلع في برنامج انتقد وهذا حقه حاجة معينة يعني هو قال كان الموفود الموضوع يضعي بشكل احترافي ما انش ده لو عادل القيعي والنادي الاهل عندهم خمسة في المية احترافية كانوا عاملوا واحد اثنين تلاتة اربعة بس فانا ما عنديش مشكلة انتعلم من احد بس خلينا نكلم بعض طبعا هو الراجل انا ردت بس ما قلتش ما قلتش السبب ده ليه حرصا مني انا احب الكابتن فاضلي وانا عشان عندي تمانية في المية احترافية انا لما سؤلت عن الكوادر اللي موجود تيجي النادي الاهلي انا رشحت ثلاثة في العمل الاداري كابتن فاضل كابتن خالد بيبو كابتن وق الرياض اي كابتن وق الرياض اختار يضرب النحل الفنية الاتنين التانين واحد مكمل دلوقتي في الادارة والتاني مكلم في الادارة الرياضية والاعلام اذا كان وجهة نظري فيهم اريهم صح وانا لما طول مني اعادة هيكلة دار التسويق وانا مستشار انا ما كنتش حابق المسؤول التنفيذي عنه اي انا اخترت الكابتن فاضل اي واخترت الالية بالطريقة ان يبقى معاه سكاوتينج داخل مصر وخارج مصر الكلام دا وتوسمت ان كابتن فاضل وهو خريج حقوق حقوق انجليزي عنده القدرة انه يعمل الكلام دا كله وده هو اسباته في اكتر انت شايفه كده شايفه كده شايفه كده نصيحتي له اللي قتاله في التليفون ما تسخنش يا كابتن عنيف هو شوية رد فعله حتى هو عنيف بيبقى هادي كده اي بس كلامه بيبقى تقيل اي واخد بالك بس انت بتحبه في النهاية بس انت بتحبه في النهاية لا وباخده ومتقبل انت منه وباخده بنواياه يعني هو مش مش واخد باله يعني ان الكلام دا يعني يا جوز ما توقعش ان انا اتوقف قدامه او يضايق حد يعني انا كابتن فاضل لو قدر يتخلص من حيثة انه يبقى رد فعله بالطريقة دي يوصل لحيثة مهمة جدا لانه كنت اتمنى كادر يكمل مع نادي الاهل انت مش بتسألني انا بغير لما لقى كادر كان ينبغي انه ينمو في النادي الاهلي وما يبقاش موجود بالنسبة للكواده عشان نكمل عشان وقتين خالد بيبو من انت زكاية تخالد بيبو شايفه يقدل مهمة على اكمل وجهة مع النادي الاهلي انا شخصيا خالد بيبو دا يعني بالنسبة لي كابتن خالد بيبو انا رشحته ويشتغل مساعد معايا في ادارة التصويق والاستصمار اكتر من مرة وبعدين هو كان في امبي عنده مسؤولية انا المهم يعني انه في الاخر جه ويشتغل في الادارة الرياضية اولا في لجنة التخطيط او لجنة الكرة ثم في النشئين والان مع الفريق الاول يقدر اه يقدر لانه نفسه هادي صحيح وضقيق في عمله صحيح بس لا خالد ناجح بشكل كبير طبعا يمكن هو جي بعد طبعا سيد عبدالحفيز هادي طبعا مشكلة كيه ورا نجم بحجم الكابتن سيد بتبقى مسؤولية جامدها تمام بالنسبة بالنسبة ليه الكوادر احمد حسام العواطي احمد حسام العواطي طبعا طبعا هو لما الكابتن فتحني قال لي وكابتن لما اختار مثلا الكابتن فكر في خالد عبدالقادر الاساس خالد عبدالقادر خالد هايل كمانا مدير اللي كان مدير مايكروسوفت ايوه هايل وفتح كل الكلام ده وفتح شركة خاصة الحمد لله مسام بقى مستوى دولي فلما ييجي ده فكر معايا عالي في حد قلتله ماهو احمد حسام عود ده ابننا وكان معانا في لجان الشباب صحيح وراح خد خبرات داخل اتحاده كورة اي وعلاقات بيقدوا اداء مبهر محدش حاسس بيه لكن شوفهم هم بتعاملوا معايا مشكلة واتصالاتهم عاملة ازاي ربنا وفقهم ومكسب كبير النادي الايلي الاثنين طيب اخر سؤال قبل ما نوح بقى الفقراتنا الهادية بقى شوية لان الحلقة كلها هتوخد نوح لفقراتنا سيد عبد حفيز بيمثلك ايه بيمثلك واحد من قزك الناس اجدع الناس احيانا كل واحد فينا ممكن حساباته ساعات كده يعني يعني هو كابتن اللي عجبني فيه بقى منسيش النادي الايلي حتى بعد ما ساوه صحيح ما يتطلعش منه العيبة ويفضل محافظة على الستايل بتاع النادي الايلي واسلوب النادي الايلي بس هو كان فيه النكهة اللي الجمهور بيحباه انه يعرف يقول الكلمة يونكش اللي الجمهور مستنيها ايو يود على يوده بالزلط وبيدهاله صحيح هو علاقته علاقته بالجمهور كويس صحيح هو زاكي جدا صحيح هو قفء جدا زي ما كان لعيم كبير ربنا كرمه دلوقتي في ابنه ويكرمنا به ان شاء الله من المقيدين افريقية بالمناسبة اه والله اه 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 يعني اتمنى التوفيق في اي مكان واتمناله ان يجد مكانا اه يستحقه في النادي الايلي ان شاء الله باذن الله مش خلينا بقى نروح اه شوية بقى ليست عروح يا كابتن بقى يعني احنا بنشوفك كل يوم الناس بنشوفوك على قناة الالب بس ما مش فاكش معاني خلنا نروح بقى لفاكة السيلفي طبقا كده شوية كده معاش تابعتها ولا ما تابعتها ربنا يوستوين يلا نشوف فاكت كابتن عدلي انا انا دوختك سنين جدية بس انت النهاية دوختيني من الاثناشة سنة انا دوختك فيهم الجابات سيعة بقى كابتن عدلي هتاخد سيلفي مع مين من التلاتة كابتن محمود الخطيب كابتن حسن الحمدي كابتن صالح سليم شياطين انا حاخد التلاتة مش سيلفي من حقيقة في كده واخدهم التلاتة واحد لكن لو اخترت واحد هختار الكابتن صالح واحد لانه بيمثلي على المستوى الشخصي من يوم ما دخلت النادي الاهلي مراحل مهمة في حياتي انا عايز اقولك على حاجة انا الفكرة دي فكرت الشياطين اللي في الاعداد انا ما بعرفهاش بعرفش مين يا سيدي ما اقولتلك كابتن يعني هتاخد مين كابتن صالح كابتن صالح اقولك له في حياتي كل المراحل اللي خطف النادي الاهلي طبعا طبعا معايا انا بالذات وكان قدوتي في يعني انا النهاردة اما تيجي مشكلة اغمد عيني اقول لو كابتن صالح عايش يفكر معايا فيها ازاي يبقى كابتن صالح سليم مين اللي بعد كابتن محمد فضل مهندس محمود طه ساس خالد دهندلي على مستوى الصداقة اخد محمود طه على مستوى الصداقة المهندس محمود طه صحبي وياما طلعنا مع بعض عمرات والراجل الريام عزمني على الصحور وعالمستوى الصداقة قد يكون احيانا في في المواقف الادارية من حقنا نختلف بالاحترام الكامل لهذا الشخص اللي اتمنى ان يزل محتفظ بصداقت زي ما انا محتفظ بصداقت نتمنى جيد لبعده كابتن سيد عبدالحفيس كابتن واي الجمعة كابتن حسام بدر طب ونابي التلاتة دول ما تاخدش معاهم سيلفي اشتغلوا اشتغلوا يعني التلاتة دول بس انا عشان بخاف من حسام البدري عايز ااخد معا سيل هو دايما هو دقاء هو حتى مكسر في السور فماشي ناخد معا كابتن سيد لا يعني هو حسام كان صاحبي حتى في السفريات كان يكمل السهرات معايا في القول كابتن حسام بس اقرب واحد في خفة دم وفي الافاة مشتركة كابتن سيد كابتن حسام من افضل الناس بجد والله انا اشتغلت معاها ادايا واشتغلت معاها طبعا كالعيكوة بجد والله العظيم من انضف الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك وزي ما انت بتقول بس هو دايما الناس لانه دايما بتاخد عنه انطباع جد شوية طيب التلاتة دول كابتن حسام حسن وكابتن حسام عشوي وكابتن عصام الحسن تاريخ خطير يصعب اكراره جدا 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 يعني ما حبش ان انا اختار بينه لا اعفيني من الاجابة دي ولا واحد من التلاتة لا التلاتة حب اتصور معاهم كل واحد سيلفي طيب حسام عشوي كان معايا هنا من كم حلقة كترة واجل يعني ابدى اعتنظار وابدا امتى هنشوف حسام موجود في النادي الاهلي لان هو يعني صعبان عليه نفسه شوية سلام لو الناس بتسمع الكلام رجع له بينه وبينك بقى يقول له علق كان بيقولك ايه كابتن ما هو في الاول ما هو انا في حاجات مش واحد يا كابتن غلط كابتن مش واحد غلط مش واحد يا كابتن قعد خمسة وعشرين سنة مش قصدي مش قصدي يعني قصدي واحد قعد خمسة وعشرين سنة لو غلط غلطة ايه المشكلة يعني يا اني انت ليه ما اطلعنيش شطان لا 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 ولا عزو بالله اذا انت عايف انت انا انا اعطله كاخوك كبير ايه اعمل كده 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 مش هتلعب اكتر ملعب تهي سنة ولا بتاع اللي انت بتتكلم عليها اقبل بكده هو من توطره طلع في لحظة بعد ما خلص كل حاجة ده يعني التصريح اللي قاله انا بدور على الرئيس النادي من الساعة تمانية يقولولي اصل مع حفيده في المستشفى ده كلام يعني 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 وكان ايه واخد الموافقة ومجلس القدارة مدهله بالتمرير يعني يعني يبقى عند مجلس القدارة انا قصدي مجلس كابتن عدل بكعي بكم تلكبية اني يبقى انا دايما بوسيط في الصلح اني حسام عشوين نشوفه لان هو ابن من ابناء النادي انا لسه بقولك ايه كنت اتمنى كل قيادات الاهل اللي زي دول تبقى مبطلة وقعدة في النادي الاهل وتديه مش هناخد هو الى واحد من الثلاثة اللي باعته لا مش هناخده خلاص تمام كابتن ماجد عبدالغالي كابتن ماجد عبدالعال كابتن فاي ماله اخطان معمين مع واحد معمين من الثلاثة سلفة لا هو هو مين اللي كان ليه علاقة مباشرة بيه رغم يعني احيان باخد عليه حاجات طبعا كابتن ماجد دي ده انا واحد من الناس وهو ناشئ يعني انا كنت محتضن موهبته بشكل ما هو يمكن ما عرفوش يعني انا كنت اول واحد كلمت اللي الله ارحمه الكابتن محب يوسف وكان مسؤول عن منتخب الشباب قلتوله عندنا واحد ما يعرفش يوقف طول نار بيجري في الملعب وحيفيده جدا جدا واخده فعلا منتخب وعرف يطور نفسه كلعيب اختلف معاك كثيرا في كثير مما يقوله ولكن لما يفقد مكانته عندي ايه بقى كابتن ماجد عبدالغالي واسكوك على الكلام ما عندكش تعليق على اي حاجة من الاتنين التنين لا لا امام طيب رمضان صبح شريف وقام احمد فتحي سيلفي لا شريف اكرام عقلية والتلاتة طبعا ده الراجل ده تلت في بيته وبطاطس ستة الفجر ايه الكابتن احمد فتحي الكابتن رمضان طبعا انا بالنسبة له بقى جده ايه لكن الكابتن شريف رجعت عقله ودماغ دماغ اه ممكن نشوفه رمضان صبح في النادي الاهلي تاني ما انا جاوبت على السؤال ده بكل اللي قناه ده انا جاوبت على السؤال ده كان يخرج من النادي الاهلي تمام طيب نشوف السؤال كلها مع بعض وهدخطاي السؤال صالح سليم غير مطاعب انا انا كده 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 هقولك ما كنتش محتاج تجيبه من مصطفى خلاص هو كده 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 كابتن صالح سليم لان انا عايف علاقة الكابتن عدل بالكابتن صالح سليم اخر حاجة عندي شريطة الكابتن لان طبعا احنا الحوار معك يعني ماينتهيش شريطة الكابتن دي بتديها لاهم شخصية في حياتك او حد مؤسف في حياتك قبل ما نختم على المستوى الشخصي اه اي حاجة لا انا لازم ادعي الشخص لانه لازم افتكره لانه له دور مهم في حياتي انه يتحملني انه يفهم طبيعة عملي انه يصحى على تليفون في نص الليل عشان النادي الاهلي ويتحمل هذه العيشة انا اديها لمراتي اه تديها لزوجتك اه ليه لانه بيتتحملني وعلى فكرة اذا كان عندي ورقة مهمة هي اللي تشيلها لي اي اذا كان اسراري لانك تخرج برا اي اي محطش عرف يكون منا حاجة اي اي غير اللي انا عايز اقوله اه 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 اعني لا اه اه اعني سعدتني يعامل جدا طبعا كل اه 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 يعني تحياتنا ليها طبعا وابناء يخليهالك ويحفظهالك و اه 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 دايما كده مع بعض دايما كتعد اللي شايفتني جدا ومتزعلش لو كنت أسقلت عليك في أي أسئلة جانتني أنت بتمسك في سؤال مش عاد تخرج كابتن أنت لعيب أنت لعيب ده أنت دوختني أساساً عندي أسئلة كثيرة خدتني في اتجاهات كده بس مش مشكلة أنت حبيبي برضو أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق وتأخذ المكانة يعني أنت عميد في أي حيطة تقعد فيها بنا خليك بنا خليك بكرة إن شاء الله بإذن الله هنكون معاكو هيكون معانا طبعاً ضيف مهم جداً الأستاذ عمي الجنيني هيكون معانا بكرة إن شاء الله بإذن الله وساعدنا بالمهندس عضل القيعي نشوفكم على ألف خير سلام عليكم